بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم عزائي طبط وطلبة الصف في الثاني الاعدادي. معكم مستر طلعت الغيطي من قناة زكي اللي حسابه ماز. ان شاء الله هنكمل بقيت درس الجبر اللي احنا كن واخدينه. آآ اللي هو التحليل المجدر السلاسي. ده طبعا كتاب المعاصر. بيقول هنا حلل كل ما يأتي واحنا يعرفنا التحليل البسيط بتاع الحصة اللي فاتت واعظنا كانت يعني الحصة سهلة. بقول لي هنا خمسة سنتر باية نقص عشر سين ناقص خمستاشر. لو جيت تلاحظ هنا اولاد هتلاقي هنا السنتر باية قدامها رقم. ده كده بقى تفكر بقى تاني بقى. خلي بالك بقى. يعني كنا بنحلل بتاعة الحصة اللي فاتت من غير اي رقم خالص قدام السنتر باية. زي دي مسلا كده. مفيش رقم قدام السنتر باية وكانت زي لوزة العنب كده يعني اعمل كوسين وسنتر باية هنا سين وسين واضرب باية واعمل اللي انا عايزه. طيب هنا دلوقتي باية في سنتر باية وده ما رقم. تخلي بالك شوية. هنا خمسة سنتر باية هنا عشر وهنا خمستاشر. لو جيت تلاحظ هتلاقي العشر بتبقى الاسم على الخمسة والخمشر بتبقى الاسم على الخمسة. صح ولا لأ? تمام? يبقى انت هتضطر تاخد الخمسة عامل مشترك. هتفتح كتب خمسة كده. وتفتح كوسين. ويعتبر يعني عامل مشترك ده يعني زي ما يكون ايه اسمه? بنقسم. طبعا الخمسة على الخمسة فهل واحد ويتفضل لي سنتر بيها. طب قبل ما نعمل كلام ده كله تتبعش معلش هي. هناخد خمسة عامل مشترك خمسة وانفاتح كوس كبير. خمسة على الخمسة فهل واحد ويتفضل لي سنتر بيها. ناقص عشر على الخمسة فهل الاتنين والسين تنزل لي. الناقص تنزل زي ما هي? وخمستاشر على الخمسة في هالكام? في هالتلاتة. يبقى ازن? الكوس ده يبقى كده ايه? يعني ده يعني ايه? بسطت الكوس شوية. ده بقى المعادلة التربعية ديت اللي هي هتتحلل. بس ما تنساش الخمسة. اقوة تنسى الخمسة. الخمسة موجودة معك. احنا احنا هنا كنا بنعمل الكوسين برضو هعمل كوسين زي موضوع الحصة اللي فاتت. سن تربع عبارة عن سين في سين. رقمين الدربوا بعض يطلعوا كام? تلاتة. ولما يطرحوا يطلعوا كام? اتنين. يبقى الواحد في تلاتة. والاشارة هنا سالب يبقى هتبقى مختلفين. والكبير ياخد الاشارة في النص اللي هو من هنا سالب وهنا ايه? موجب. يبقى كده انت خلصت كده التحليل. يبقى احنا اخدنا الخمسة عام المشترك. وعملنا الكوس. طيب. تعالى كده نمرة آآ اللي بعدها ديات نمرة اتنين برضو نفس الكلام. هناخد برضو هنا اتنين هنا تمانية وعشرين وهنا ستة وتسعين. طبعا كل ده بقي بالاسم على الاتنين. هناخد اتنين عن مشترك. غالبا بناخد عن مشترك اللي هو رقب القدام الالف. غالبا يعني. بس ما اشكع على سبت. اتنين على الاتنين فالواحد. طبعا برضو نسيت. هعمل هاخد اتنين وانفتح كوس كبير. اتنين على الاتنين فالواحد ويتفضل لالف ايه قس اتنين. زائد تمانية وعشرين على الاتنين. تمانية وعشرين جنيه على عيلين. كل واحد ياخد له كام اربعتاشر. اربعتاشر ايه قلب. وستة وتسعين على الاتنين فهي كام يا حبيب قلب فهي تمانية واربعين. خلاص خلاص. هاخد اللي اتنين ما تنساش اللي اتنين وهو معامل كوسين. الالف تربية ده عبارة عن الالف في الالف. رقمين يتضروا ببعض يطلعوا كام? تمانية واربعين. ولما يتجمعوا ويطلعوا كام? اربعتاشر. مين? مين? في التمانية واربعين عندك الستة في تمانية. اه ده الستة وده التمانية والاشارة هنا موجب متشابه على حسب في النص هنا. هنا موجب وهنا ايه موجب زي ما قلنا الحصة اللي فاتت. زي ما قلنا الحصة اللي فاتت. يبقى هو ده نتيجة التحليم. برضو. طب تمام. هنسيب دي كده. وهنسيب دي كده. اوكي? وهنسيب ديت. تمام. لو جدت لعز هنا برضو ده مسألة دي برضو انتهت سين تربيع. نقص اتنين واربعين نقص خمستاشر سين. بس هنا في حاجة غلط. ايه هنا الحاجة الغلطة? اه ان هنا ما فيش ترتيب. المفهود الرقم او الحد سين تربيع يجي ورا سين. مجادش. جي في الاخر. يبقى رتب الاول. يبقى تلاتة سين تربيع. دي يجي وراه بالخمشار سين بالايه بالاشارة بتاعته. ناقص الاتنين واربعين دي وراه. يبقى اول حاجة لازم ارتب. ما تنساش حاجة زياد كده. هتقول يعني ارتب ولا اخد اعمل مشترك ولا احلل واعمل في قوسين اعمل ايه بالزبط? احب قلبي يحل كتير. وقتك تبصت لها موضوع سلي جدا. موضوع من الصعب خالص. ما تصعبش على نفسك. اه انت هنا طبعا لو جدت بقى اول حاجة اراعي الترتيب. وبعد كده في عام السين تربية قدامها رقم بخلي بالي. بس كده. طب هنا في تلاتة يبقى اخل على المشترك التلاتة وامفتح قوس كبير. تلاتة تروح مع التلاتة تفضل سين تربية. ناقص خمس شرعة على التلاتة افاهل خمسة وتفضل لسين. ناقص اتنين واربعين على التلاتة افاهل كام فيها الاربعتاشر. التلاتة دي ازاي ما هي? وانفتح قوسين. سين تربية ده بقى لعن ايه? سين في سين. رقمين الدرب بعد يطلع لي كام اربعتاشر ولما يضطرح يطلع لي كام خمسة? اربعتاشر اتنين في سبعة. هو الجدوة راحية بيطلع اربعتاشر اتنين في سبعة. والاشارة هنا سالب يعني مختلفين. هاخد الاشارتر في النص. الاشارتر في النص الكبير ياخد الاشارتر في النص. الوقت كبير من سبعة. هنا ايه? سالب وهنا ايه? مجاب. طبعا قلت الكامل الحصة اللي فاتت. عشان لو حد لسه بتفرجع على الفيديو اول مرة. لا لازم ان ترجع على الفيديو الاولان واحنا شرحنا كل حاجة بالتفصيل. خلاص? خلاص. طيب. اه دي برضو قلنا نساب الاخر النمر سبعة برضو هنا شوف شوف اراعي الترتيب او مش اراعي الترتيب في هنا حاجة هنا في امسترباء هنا قدامها تنين اه لازم ان اخلص من الاتنين. بس قدامها كمان سالب. يبقى سالب اتنين اخد السالب الان عن مشترك MichP meus كبير سالب اتنين على سالب اتنين يصير يتفضلكم سالب اتنين على سالب اتنين فهموه بواحد خلي بالك سالب اتنين على سالب اتنين السالب مع السالب يديني موجب. فالواحد. والسين تنزل لي. اركز معي. سالب على السالب فهل موجب. واتنين على الاتنين فهل واحد. سين. الواحد ما بكتبش. زائد. موجب على سالب فهل السالب. موجب على سالب. اه موجب على سالب او موجب وسالب جايين مع بعض اللي يكسب السالب. واربعين على الاتنين فهل كام? فهل عشرين. اخد سالب اتنين دهيت. وامفتح ايه? وامفتح كوز. سين تربية ده برعان سين في سين. رقمين الدار بعد يطلع لي كام? عشرين. ولما يطرحوا يطلع لي كام? واحد. اتنين في عشرين. عند الاتنين في عشر في عشرين. بس لو طرحناهم مش هطلع لي واحد. ايه تاني بيطلع عشرين. واحد في عشرين. بس لو طرحناهم مش هطلع واحد. عندي مين تاني عشرين. اربعة في خمسة. تمام? شاطر. اربعة في خمسة. هنا اشارة سالب. اه مختلفين. والكبير هياخد له ايه موجب. هنا الكبير هوت وهنا سالب. طيب تمام. تعال باي ناخد بال ايه المسألة اللي احنا شلناها ديت? تعال كده. بولي انا صاد قس ثلاثة. زائد صاد قس اتنين نقص ستة صاد. لو جدت بص هتلا هنا صاد وهنا صاد وهنا صاد. يبني اخد صاد عن المشترك. عشان ايه? انا عايز تربيع. هتعف تحلل بالتكعب ديت? لا طبعا. انا عايز تربيع. هاخد صاد واحدة. واقسم. الصاد ديت قس ثلاثة على صاد يتفضل صاد قس اتنين. اه برضو كان مفور دي عمل كوس كبير معلش. وهنا موجب الصاد قس اتنين على صاد يتفضل صاد وسالب على موجب فاسقبه والسالب تنزل ستة تنزل والصاد على الصاد فالواحد يطير. تمام? ايبقى انا كده قسمت. بقى صاد ديت لهذهية وام فاتح كوسين وام محلل. صاد تربيع دي عبارة عن ايه? صاد في صاد. رقمين يتضرب بعد يطلع لي كام? ستة. ولما يطرح يطلع لي كام واحد. اتنين في تلاتة بستة. ولما يطرح يطلع لي واحد فعلا. اشار هنا سالب يا مختلفين والكبار ياخد له موجب وهنا ايه? سالب. يبقى هنا بخدت رمز عمل مشترك زي دي برضو. سين قس تلاتة. ناقص تلاتة. سين قس تنين. ناقص تمانية وعشرين سين. برضو سين قس تلاتة وسين قس تلاتة هنا سين. هاخد سين عم نشترك يا اخوات كبيرة. سين قس تلاتة على سين يفضل لسين قس اتنين. والسالب تنزل والتلاتة تنزل. سين قس اتنين على سين يفضل لسين. ناقص تمانية وعشرين تنزل لزي ما هي وسين على السين في الواحد يتيل. ياخد سين دات. وامفاتح كوزين. سين تربع Boseady teníaOb. ايه? سين في سين. رقمين يتضرب بعد يطلع لي كام؟ تمانية عشرين. ولما يطرح يطلع لتلاتة الى اربعة بسبعة. وشرب سالب بمختلفين. والكبر هياخد له ايه? سالب. هنا سالب وهنا ايه? موجد. كنا انت آآ حللت. طيب. هنا برضو يعني ايه? كل المسائل دي كنا نفس الفكرة. تمام? تمام. طب تاعتنا اخد دي. سالب سنتر بيع زائد اتنين سين زائد تلاتة وستين. ايه ده? ايه? ايه ده? ايه? ده السنتر بيع قدامها سالب. السنتر بيع دون مسائل خلاص اضرب في سالب. في سالب واحد. ليه? عشان ما ينفعش السنتر بيع قدامها سالب. او ينفع. بس ستبقى صعب عليك. اضرب في سالب. او ممكن آآ ناخد سالب عن مشترك الافضل. او ممكن ناخد سالب عن المشترك. اسمع سالب واحد. وان فتح قصير. ما ده ما تاخد سالب عن المشترك? اه. ايه غير اشارة كلها. دي سالب تبقى موجب. دي موجب تبقى سالب. دي موجب تبقى سالب. تمام? السلبة هو تقوم فتح ايه? كوسين. السلبة هو تقوم فتح ايه? كوسين. هنا سين في سين. رقمين الدار بعد يطلع له كام تاتة وستين ولما يطرحوا يطلع له كام تنين. تاتة وستين هو جاي بوحي اللي بيطلع تاتة وستين سواعة في تسعة. واشهر هنا سالب والكبرة هياخر له الكبير اللي في النصب هنا سالب وهنا ايه? طب تمام يا يا رب انت تكون فهمت. رب تكون فهمت. سمعنا يا محمد? سمعنا يا عبد الرحمن? سمعنا يا يوسف? حلل كل ما يأتي. طبعا هنا في سين مضروبة بسين زائد سبع يبقى لازم انا افك الكوس ده افكه. ده هالدرف ده وبرضو هالدرف ده. سين في سين بسين تربيع. زائد السبعة في سين بسبعة سين. زائد ايه? عشر. واتحلل. يبقى سين وهنا سين رقم من الدار بعد يطلع للكام عشر. لما جمعته يطلع للسبعة اتنين في خمسة وهنا موجب وهنا ايه موجب? عشر هنا موجب ومتشابه. يبقى فكرة المسالة ايه هنا ايه? فكرة المسالة ايه باي? بفك الايه الاقواس افك الاقواس. تبتاعنا اخد دي كده? سين تربيع ناقص اربعة سين ناقص تلاتة مضروبة في السين ناقص اتنين. هتنزل زي ما هي سين تربيع ناقص اربعة سين. السالب في موجب بالسالب. تلاتة في سين بتلاتة سين. السالب في سالب بموجب والتلاتة في اتنين بي ستة. خلي بالك ان السلب تلاتة هتضرب في السين. والسلب تلاتة برضو هتضرب في سلب اتنين. صفي. شوف عندك ده همت? ضمون مع بعض. سنتر بيع تنزل وهنا سالب وهنا سالب. اوعى تقول لي موجب. اوعى تقول لي موجب. ده 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 زائد ونقص. ده ده مش درب ولا ده ده مش درب ولا اسمه. ده زائد ونقص. الاشارات المنتشفها اجمع. وحط الاشارة الموجودة. هيبقى سبعة وحط الاشارة سالب سين. موجب ايه? ستة. واحط الايه? هنا سين? وهنا سين? رقمية الدارة بعد يطلع لي كام? ستة. ولما يتجمع وطلع لي كام? سبعة. لما يتجمع طلع لي سبعة. لتنفتاتها بستة. بس لو جمعتهم ما يطلع ليس سبعة. يبقى الواحد في ستة. والاشارة الموجب متشابهين على حسب اللي في النص هنا سالب وهنا الايه? السالب. كل المساء دي كده احب قلبي. مابيش فاق ايه مشكلة. طيب. ركز معي هنا كده? تعال دي. الف ناقص اربعة باق. واضروها في الف زائد اربعة باق. زائد ستة الف باق. ركز معي اقوى في المساء ديت. لان ده داخل فات قول اعدادي طبعا. هنا لو جلت لحز او خلناها كمان في التربي الاول. لو جلت لحزة هتلاقي هنا القوسين دولت شبه بعض بس مختلفين في الاشارة. فعشان كده الاولانة هتداره في الاولانة والتاني هيتداره في التاني. خدناها في التاني من الاول. الف فالف با الف قس اتنين. وسالف موجب بسالب. سالب ايه? اربعة فاربعة بستاشر. والباق في باق بباق ايه? قس اتنين. زائد ستة الف باق. يبقى انا عشان القوسين شبه بعض ضربت الاولانة في الاولانة والتاني في التاني بس. طب هتقولي طب ولو مش شبه بعض. هتطالي جيب الحد الاوسط. الوسطين في الطرف ايه? طب هنا ما فيش ترتيب. الف تربيع ترجي زي ما هي? ووراها ستة الف باق. المفروض يجي كده. ناقص الستاشر باق. واعمل كوسين. الف تربيع عبارة عن الف في الف. رقمين يتضربوا بعد. وطبعا باق تربيع هنا باق في باق. رقمين يتضربوا بعد يطلع لي كام? ستاشر. ولما يتطرحوا يطلع لي كام ستة? لما يتطرحوا يطلع لي ستة لانا عند الاربعة فاربعة بستاشر برصة يطلع لي سفر. عندك ايه تربيع ستاشر. الاتنين في تمانية. كويس. الاتنين في تمانية. لو وجدها ترحموا يطلع لي ستة. هنا سالب. يبقى الاشارة هنا مختلفة الكبير هياخد له ايه موجب? وهنا ايه? سالب. خلاص اولاد الموضوع ما مش في حاجة صعبة خالص ولا في اي تعقيدة. ان شاء الله يعني درس سهل بازن الله. آآ طيب لو جانا ناخد دي برضو لان دفع فكرة شوية. اقول لعلى الدور. سين قس اتنين مضروبة في سين ناقص تلاتة وعشرين. ما تخليش المسألة تهزمك. ما تقولش المسألة صعبة. لان اكتر الطلبة بتعتني اعداد يقول لك اول ما يشوف مسألة غريبة اه مخدتهاش. اه صعبة اه معروش ايه. وطلع عن نفس العزر في ثانية. لأ انت خدت الفكرة ومش عليها. انت خدت الفكرة ومش عليها. وما اه ما تخليش مسألة يعني ايه تهزمك. ايه ما انت كراه خلاص. سين تربيع هتدرب في في الرقم الاوليedel برضو السين تربيع برضو هتدرب تلاتة وعشرين. سن تربيع في سن بدني السن قس تلاتة سن تربيع في سلب تلاتة وعشين بقى سلب تلاتة وعشرين سن تربيع. زائد ستتين سن دي تكتب زي ما هي لو قد طالعة حتى تلاقي ايه 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 اه او ستلاتة وهنا ستين هنا سن واخد سن عام المشترك. سن اوست3 هناخد منها سن الفضل لسن甲ست2. نقص 23 زي ما هي. سن اوست2 هاخد منها السن لسن. الزائد. السن دي زي ما هي والسن تروح معه. باخد سن دي. تنزم ما تنسهاش. سن تربية ده اذا اعبارة عن سن في سن. رقمين الدرب بعد يطلع لكم ستين ولما يتجمع يطلع لثلاثة وعشرين. رقمين يتجمع يطلع لستين. لما يتجمع يتجمع لثلاثة وعشرين? اه. من دول? هتفكر شوية هتبصت هتلاقي تلاتة في ايه? في عشرين. تلاتة في عشرين بستين. خلاص? طيب. هنا الاشارة موجب المتشابهين. يبقى هيبقى هنا سالب وهنا ايه? سالب. طيب تمام. بقول لي هنا اه اوجد قيمة اه اوجد قيمة العدد دي من اللي بينتمل اعداد الصحيحة بحيس يكون المقدار قابل للتحليل. واحلله. يعني جمدات يعني بالضبط اكيد اعمل زي نقطة. تمام? اعمل زي النقطة. احلل. المسائل الاول ايه? افتحكوه سين. سين تربع ده ابقى عن كام في كام? سين في سين. تمام? سين في ايه? في سين. خمشار دي كان في كام? تلاتة في خمسة. والاشارة هنا ايه? سالب. الاشارة هنا ايه? سالب. يبقى مختلفين. يبقى الكبير هياخد الايه? الاشارة في النص يبقى موجب وهنا ايه? سالب. طب انت انت هنا المفروض المفروض. يطلع لي كامل حد الاوسط. يطلع لي كامل حد الاوسط. الحد الاوسط كده هيطلع كامل ما انت كده برضو بطلعتوش. الحد الاوسط هيطلع لي كامل. لو انت كنت لاحز هتلاقي رقمين اتره بعد يطلع لي خمستاشر ولما يترحوا هيطلع لي كامل? ها? باتنين. صح ولا لا? اهو? يبقى الجيم هنا بكمته بكامل? باتنين. وعلى فكرة بيطلع قيم تانية كمان. رقمين يتضربوا بعد يطلع لي كامل خمستاشر ولما يترحوا يطلع لي كامل اتنين. هاتتها في خمسة. اجل اطرحهم خمسة انا ستلاتة هيديني كامل اتنين. بس. خلاص? طب اللي بعدها هديني مرة اتنين. اهوت? شوف هنا بقى. رقمين يتضربوا ببعض. خلي بالك. مجموحهم ده ده العكس. نجمعهم. عشان هنا الاشارة هنا متشابهة. يبقى نجمع. نجمعهم يديني سابعة ولما يتضربوا يطلع لك. تاني. نجمعهم يديني سابعة ولما يتضربوا يطلع لك. لما يتضربوا. طب من بالى المجموحهم يديني سبعة الاول? من المجموحهم يديني سبعة? خمسة واتنيه. صح? آه صح. بس يحطها سلب ويحطها سالب. ليه? مصر عشان انه في سالب. تمام? اضربوا في بعض كده بقى? اهوت. يطلع لكام? سالب في سالب بمجابة اتنين في خمسة بكام? بعشو. يبقى الناتج هيكون تجنب بكام? بعشو. تقول لي ايه ده? لو هنه عارف الكم ده من اولاد جدا لما يجيب في الامتحان. بس مش معنا كيف انك تطنشها. مش معنا كيف انك تطنشها. ده مسألة عادية الجيم ده كان نقاط رقمية ضرب بعض يطلع لكام تسعة عشرين ولما يتجمعوا هيطلع لكام? واحد في تسعة عشرين. ما هو الجدول اللي بيطلع تسعة وعشرين هون واحد في سعشرين. لما يتجمعوا يطلع لكام تلاتين. بكام? هنا رقمين يتضربوا بعض او يتجمعوا يتجمعوا يطلعوا لواحد. ولما يتضربوا هيطلع لكام. رقمين يتجمعوا يطلع لواحد اه بس خلي بالك ان الاشارات هنا ايه? مختلفة. يبقى هنا نترحم. صح ولا لا? رقمين نترحم يديني واحد. هيكون نين? تلاتة نقص اتنين. تلاتة قصيت ان يديني كام? واحد. لما يتضربوا هيطلع لي كام? ستة. سالب ستة. خلاص? هيطلع لي كام? ستة. آآ طيب تعالي بقى ناخد كده اه امتحان. دي امتحانات. علشان ده طبعا مكتاب الاضواء وكتاب لزيز جدا وجميل جدا. بصراحة عاجبني السنة دي اه احسن من معاصر بأمانة. انا بقولش الكم ده علشان يعني ايه? انا مش من النوع اللي بيتحيز لكتاب ولا بعمل دعاية والله. لا بالعكس. انا بيدور على مصلحة الطالب وبدور على طريقة العرض. الطالب معاصر كويس ما بيش في المشكلة. بس حلاوة الاضواء انه جاي باسئلة الامتحان. يعني اسئلة التدريبات بتاعته ذات نفسه هي بتاعت الدروس اسئلة الامتحان. الاسئلة بتجي في الامتحان. يعني انت لما تجي تحل اسئلته مش هتتفاجئ باسئلة الامتحان. تمام? غير كمان اه طريقة يعني الاجابة عنده بطريقة يعني عنده تمارين كتيرة قوي. والامتحانات مش هتحتاج انك تشتري كتاب امتحانات زي من معاصر ما بيعمل. لا طبعا هو انا بصراحة كتاب عجبني. مع العلم ان في ناس كتير بتنقضني ان انا بشتغل من ادواء. انا بدور على مصلحة الطالب. انا عمر بدور على مصلحة نفسية. انا بدور على مصلحة الطالب. تعال ايه? نبتدي في في السؤال الاولاني. طبعا اتصالة امتحانات من على على الدرس الاول. بقول ايه ازا كان احد عملية المقدار. يعني كلمة احد عملية المقدار. يعني لما نيجي نحلل. مش لما نيجي نحلل منطلع قوسين? اه. احد عملية المقدار يعني كوس من ضمن القوسين دول. دي معنى كلمة احد عملية المقدار وما تخلي بالك لان السؤال ده لازم يجي لك في الامتحان. السؤال ده كده اكمل كده اختياري لازم نجي لك في الامتحان. تمام? يبقى اللي ميجي يقول لك ازا كان احلى عوامل المقدار ازا كان احلى عاملين مقدار. تمام? يبقى ايه? لم نجي نحل ده. اهو. المقدار اللي هو ده المسألة ديت المعادلة التربعية هو ده. سين زائل تلاتة. يبقى حطها في كوس. فإن العامل الاخر او الكوس التاني. المعادلة اللي هنحللها. سين التربعية بحبارة عن سين في سين. هو جايب لك كوس وعايزك انت تجيب التاني. ده كده بيحبني. رقمين يتضرب بعد يطلع لي كام ستة ولما يتطرحوا يطلع لي كام واحد. رقمين يتضرب بعد يطلع لي كام ستة ولما يتطرحوا يطلع لي واحد. يبقى لاتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة. والكبيرة هياخد سالب يبقى مختلفين. الكبيرة هياخد موجب. اذا الكبيرة موجب وهنا ايه? سالب يبقى سين ناقص اتنين. ده الكوس التاني. سين ناقص اتنين. ازا كان احد العوامل المقدار ده ده اللي المعدل هتحلل سن نقس واحد. سن نقس واحد. بقى سن نقس واحد. وهنا برضو سن. عشان سن تربع سن في سن. رقمين عشان يدار وبعد يطلع له كم? ستة. ولما يترحوا يطلع لي خمسة? ايه ده. اضر PALه من فبعد يطلع لي ستة ولما يطلعوا يطلع لي خمسة الواحد في ستة. الواحد في ايه? في ستة. الواحد في ستة بستة. لما اتراح انه مجديني خمسة. الاشيار هنا سالب يا مختلفين. ده سالب يبدأ ايه? موجب. وان الواحد في ستة. الواحد في ستة. ويبقى سن زائد ستة. ازا كان المجدار سن تربية زائد كاف سن زائد اتنين قابل للتحليل فانها كمية كاف. كاف ديت يعني نقط. رقمية الدرب بعد يطلع لي كام? اتنين. ولما يتجمع ويطلع لي كام? هو الواحد في اتنين اللي بيطلع على اتنين. لما يتجمع ويطلع لي كام? تلاتة? هنا عايزك تكمل. طبعا الالف في اتنين الف الله. الف في اتنين الف. اه في نوعية من مسائل احنا لسه ما خدناهاش الحصة الجاية او الفيديو الجاية في الجبر. دي لسه ما خدناهاش طبعا. هتقول لي ما هي هنحلل طبعا يعني طبعا هندها لكم يعني هتضرب الاولاد في الاولاد والتاني والاخر في الاخير. تمام? الاولاد في الاولاد. اتنين في واحد ده ما واحد باتنين والالف فالب بالف قس اتنين. وهنا سالب في سالب بموجب. هو عمل الموجب. واتنين في تلاتة بايه? بستة. عشان يطلع لحد الاخير. ايه بطلع لحد الاخير. الاولاني في الاولاني عشان يطلع لحد الاولاني. والتاني في التاني عشان يطلع لحد الايه? الاخير. بقول لنا ازا كان سين نقص خمسة هو احد عاملي المقدار. كذا كذا كفين العامل اخر يعرف انها خلاص. طب هنا عايز لحد الاوسط. قهوات عايز هنا لحد الاوسط. بعمل ايه? اضرب اللي في النص اللي هnguloت مع اللي في الجنب ده أي نعمل علامة الاضواء كتاب الاضواء سالب اتنين في سين بسالب اتنين سين وسالب تلاتة هتضرب في سين بسالب تلاتا سين سالب اتنين وسالب تلاتة الاشري هنا متشابه بقى كمع يبقى سلب خمسة. هنا سيلة بقى حاطط لك السالب او كتاب خمسة سين يبقى الله بعمل عشان اجيب لحد الاوسط بقى اضرربي اللي في النص مع الاتنين اللي في الجنب. عالم الكتاب الادواع او كوس كزح. بتاعة الوان الطيف يعني. اه هنا برضو اه عايزنا نجيب الحد الاخير الحد الاخير. تلاتة في اتنين بستة والصاد في صاد بستة اربيع. عازل حد الوصد اعمل عن طرق الادواع هي و هي. تلاتة في سيم صاد بتلاتة سييم صاد. واتنين في اتنين باربعة سيم ساد. لازم ان تعمل في الجامب. هتقول لها مستر تمام حطوه مع بعض. لا لا لا. لازم ان تعمل في الجامب. طبعا اشار هنا متشابه موجب تلاتة واربعة الدين كام سبعة سين ساد. طبعا ده لسه ما خدناهوش. ده برضو لسه ما خدناهوش. يعني هنا السن تربيع نقص سبعة سين او معاملكو سين. السن تربيع برعن سين في سين. رقم يضرب بعد يطلع لكام عشرة. ولما الجامعة يطلع لسبعة هيبقى لتنين في خمسة. والاشار هنا موجب متشابهين سالب وهنا ايه سالب. ان شاء الله هنكمل الحصة القادمة واشوفكم على الخير وارب تكونوا فهمتم لو في اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.